مع استمرار الازمة السياسية وتصاعد المواقف والصراع بين القوى التقليدية على الحكم وغياب التوافق داخل المكونات ذاتها قبل اختلافها مع باقي الشركاء تقدم ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق احاطتها الدورية في مجلس الامن الدولي خلال الساعات المقبلة تقييم جنين بلاسخارت امام المجتمع الدولي قد ينذر بمخرجات تحدد مستقبل العملية السياسية وفق مراقبين احاطة مهمة جدا في وقت صعب جدا وقت كان الكل يعتقد بانه مخرجات لهذه الانتخابات اما ان تمر سنة دون مخرجات انا اعتقد ان كثير من الامور قد سجلت على هذه العملية السياسية كذلك كانت هناك خروقات من النوع الثقيل على اقليم كردستان من جانب تركيا وايران هذا كله سيكون موجودا على طاولة مجلس الامن من خلال هذه الاحاطة بلاسخارت التي كلفت بمهامها في العام 2018 لمساعدة العراق في اجراء انتخابات مبكرة لم تحقق اهدافها بعد نحو عام من اعلان نتائجها بسبب صراع الارادات بين القوى السياسية رغم جولة المباحثات التي قادتها بلاسخارت مع جميع الاطراف الفاعلة ما قد ينعكس سلبا على احاطتها او بيان موقفها من الاحداث في العراق بالتأكيد بلاسخارت معنية باستكمال مخرجات نتائج الانتخابات كونها التي كانت بالاشراف او بالمراقبة التي جاءت وفق القرار 2576 القاضية بمراقبة الانتخابات العراقية وفق قرار مجلس الامن بالتالي اعتقد في انها اصبحت كمثابة تتسيرية لغرض ربما تقريب المسافات وعمدت ممثلة الامين العام للامم المتحدة الى لعب دور الوسيط الضامن بين القوى المتنافسة الا ان غياب الثقة بين الاطراف السياسية ادى الى تلكء مساعيها رغم نجاحها بتحقيق تقارب ملموس بين الاحزاب الكردية في اقليم كردستان احمد عرام العراقية الاخبارية بغداد